بيحصل في المني والنبي بلاش حكاية ان كل الناس طلعها تقول ده احنا اخوات و احنا عايشين مع بعض لا احنا مش اخوات و احنا مش عايشين مع بعض بدليل اللي بيحصل و بلاش حكاية ان دي جريمة عادية و دي خناء انا عارف ان هي خناء عادية وبتحصل خناءات من مسلمين و مسلمين وبتكسر الدنيا لان في بعض بيستغل ان الخناء دي كانت من مسلم و مسيحي و ان اللي مات فيها مسيحي ليه بيستغلها؟ بيستغلها لان انت عندك احداث متتالية في نفس المحافظة ضد المسيحيين وتم اضطهادهم فيها وانا عايز اقول لكم ان في ناس بتحاول تولع الفتيل يعني الان ماشي على السوشال ميديا تصريحات من المفتي بانه يطالب اقباط المينيا بضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن والناس طبعا ده خارجة التاريخ على المفتي وتقول انت ازاي تعمل تصريح كده المفتي ما قالش الكلام ده المفتي ما قالش الكلام ده على الاطلاق الدكتور شاوئي علام مفتي الجمهورية دعا وانا بقول لكم تصريحه اهو اهالي قرية طهن الجبل التابعة لمركز المينيا الى ضبط النفس ومواجهة محاولات من يرودون الواقيعة وناشد في بيان له جميع الاطراف من اهالي قرية طهن الجبل بالمينيا سواء اكانوا مسلمين ام مسيحيين الى ضبط النفس حتى تعودوا الامور الى ما كانت عليه وعليهم تغريب المصلحة الوطنية ومواجهة محاولات البعض لاستغلال هذه الاحداث لاشعال الفتن الطائفية بين ابناء الوطن الوحيد ده التصريح بتاع المفتي عشان نخرج الموضوع برا القضية شوي انما اللي عايز اقول لكم احنا عندنا مشكلة احنا عندنا مشكلة لان بصراحة جديدة جدا هو امتى اخر مرة شفنا حد تعاقب من اللي حرقوا كنيس او اللي حرقوا بيوت اقباط انا لو ابطي في البلد دي انتو كرهتوني في مصر يعني اللي بيحرقوا بيوتنا دول بتعاقبوهم ازاي هو كل ما واحد يحرق بيتي ولا يطردني حتيجي تديني ارشين والطبطب على كتفي وتقولي عشان خطر مصر وعشان خطر بلدك الله طب ما انت عشان خطر مصر وعشان خطر بلدي وعشان تحسسني ان انا مصري ما تسجن اللي حرق بيتي ما تعاقبهم ما تطبق احكام عرفية في المانيا وانزل كده ورب العيال دي كلها وابدأ وريني ان في دولة واقفة في ظهري يا جماعة ما يحدث يصل الى مرحلة العبث وبيت العيلة ايه اللي رايح يقعب مع الناس دي وعنجيب ناس من الازهر وناس من الكنيسة القضية مش محتاجة بيت العيلة القضية محتاجة اعادة تثقيف شعب اعادة تثقيف عقول متبلدة متحجرة في بعض الاوقات وانا عارف ان الاحداث الاخيرة بتاعة طهنة الجبل دي كانت خناقة حصل ان هذه الخناقة كانت بين مسلمين ومسيحيين انما طب حرق بيوت الاقابات اخبارها ايه لو بتعاقب حيفكروا ميت مرة قبل ما اي حد يعمل كده تاني لو يترزعوا بقى كم سنة سجن حلوين واظلم يعني اظلمهم لانك انت لما هتظلم عشرة هتنقذ امة اظلم عشرة عشرين واحد كده اظلمهم لانك انت لما هتعمل كده هتربي وحتعملهم عبرة خلي واحد يعمل خناقة كده ويخرج عن الحدود بتاعته ونلعب بقى الحتة دي وخش عاقب اقاب شديد للغاية علشان الناس تفهم ان المسألة مش لعبة وبعدين احكاية مجلس النواب اللي عايز اقبل لاجنة تقصي حقائق هو انت كل المجلس بقى لاجنة وما انت هتقعدوا في المجلس ام تتخلصون ولاجنة تقصي حقائق حول ايه كويس يعني ليه وماذا سيفعل مجلس النواب بعد الاحداث لاجنة تقصي حقائق 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 ح